اختلف علماؤنا هل الربا تبيحه الضرورة أو لا في الأول القاعدة العامة أن المحرم يباح لأجل الضرورة والضرورات تبيح المحضورات لكنهم اختلفوا في الربا هل إذا بلغ الرجل مبلغاً يعني خاف فيه على نفسه إن ابتهلك نفسه أو سيتلف عضو من أعضائه هل هذه الضرورة أو هذه الحالة التي وصل لها هل تبيح له أن يأخذ الربا اختلف علماؤنا بعضهم قال لا يجوز له أن يأخذ ويعني الربا لا تبيحه الضرورة ويهلك نفسه ولا يقتحن الربا وبعضهم قال لا هذا مع غيره من المحرمات تبيحه الضرورة لكن ما هي الضرورة الضرورة يعني ما ترتب على تركه هلاك نفس أو يتلاف عضو مش الضرورة أننا نبني حوش ونبني ندير تجارة ونبني نتزوج ولا هذا كلها ليس ضرورة سنبني نستطيع فتحه